اشتركوا في القناة واليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول لترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم وأبعدهم من ذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فهؤلاء الطائفتين على الإطلاق أعظم الناس معاداتا للإسلام والمسلمين وأكثرهم سعيا في إصال الضرر إليهم وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود ولكن مما في قلوبهم من البغض والحسد والعناد والكفر دفعهم إلى أن لا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم كونه موجودا في كتبهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وذكر تعالى لذلك عدة أسباب منها أن فيهم قسيسين ورهبانا أي علماء متزهدين وعبادا في الصوامع متعبدين والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين ومنها أنهم لا يستكبرون أي ليس فيهم تكبر ولا عتو عن لنقياد للحق وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم فإن المتواضع أقرب فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر يعني هذا الود الذي في قلوب بعضهم للمسلمين بسبب ذلك وليس أن المسلمين يودونهم كما يدعي بعض الجاهلين وبعض المنافقين أن هذه الآية فيها الدليل على محبة المشركين ومودتهم وهذا غير صحيح لأن الآيات قد سبقت بيّنت أن هؤلاء الكفار لا يحبون أبدا لأنهم سبوا الله عز وجل وشتموا وادعوا له الولد ولا تتعارض أبدا أذلة القرآن وأما ما جاء في هذه الآية فهو يبين ما في نفوسهم وقلوبهم للمسلمين وليس ما في نفوس المسلمين نحوهم لأن الآية لم تقل ولتجدن أقرب المسلمين مودة ولتجدن المسلمين يودونهم مثلا وإنما قالت ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى يقول ومنها أنهم إذا سمعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينهم بحسب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوا فلذلك آمنوا وأقروا به وهذا رد آخر على هؤلاء الجهال أو المنافقين الذين يريدون هدم عقيدة الولاء والبراء أن الآيات إنما نزلت في من آمن من النصارى وليست في من عاند الحق ورفض وأبى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الآية قالت وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وهم قد آمنوا بالفعل يقول فلذلك آمنوا وأقروا به فقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين والشاهدون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لله بالتوحيد ولرسوله ولنبيه بالرسالة أو لرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به ويشهدون أيضا على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب وهم عدول شهادتهم مقبولة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه يعني حصل لهم شيء من اللوم يعني فقالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني ما الذي يمنعنا من الإيمان بالله والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين فأي مانع يمنعنا أليس ذلك مجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه ولذا قال الله فأثابهم الله بما قالوا أي بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين اسمع ما قاله الشيخ وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كم نجي شيء وغيره ممن آمن منهم وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام ويتبين له بطلان ما كان عليه وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام إذن هؤلاء قد آمنوا بالفعل واستجابوا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا فهذه الآيات تمدحهم ولما ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لأنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق نتعلم من هذه الآيات بيان ما عليه اليهود والمشركون عامة من البغضاء والعداوة للمسلمين لذلك إذا وجدتهم مثلا في بعض البلاد يحرقون المسلمين وهم أحياء أو يقطعون أجسادهم وغير ذلك فلا تتعجب لأن الله عز وجل بيّن لك ما في قلوبهم من العداوة والغلظة والقسوة وفيها أيضا أن الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الرفع والشرف فهؤلاء النصارى لما عرفوا الحق وآمنوا به مدحهم الله عز وجل في القرآن وانتفعوا بما عندهم من العلم أما من أعرض ولم يستجب لدعوة ونداء الإيمان وكفر بالله وكذب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كفار لا يشك في ذلك وهم من أهل النار إن ماتوا على ذلك ولا يتعارض كونهم من أهل الكتاب مع كفرهم فهم كفار مع كونهم من أهل الكتاب وفيها أيضا أثروا سماع آيات الله عز وجل في الإيمان وفي صلاح القلوب والأعمال فإذا سمع هؤلاء الآيات فاضت أعينهم من الدمع وسارعوا إلى الإيمان بالله عز وجل وكذلك إذا نحن أصلحنا وأغيرنا طريقتنا في التعامل مع القرآن فتدبرناه وتعلمناه فذلك الأثر لن يتخلف إن شاء الله وثوابه الجنات التي ذكرها الله عز وجل وفيها أخيرا عقوبة الكافرين الذين استكبروا ولم يستجيبوا لدعوة ونداء الإيمان فهؤلاء أصحاب الجحيم عياذا بالله من ذلك قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم وعجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة